قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الجمعة إنه سيرسل قوات اتحادية مزودة بالمعدات الملائمة لمكافحة الحرائق في غابات الأمازون المطيرة منحيا باللوم في زيادة اندلاع الحرائق هذا العام على التقس الأكثر جفافا من المعتاد وأضاف بولسونارو في كلمة بثها التلفزيون البرازيلي أن الحكومة تدرك الوضع جيدا وستكافح الجريمة البيئية بنفس الطريقة التي تكافح بها الجريمة العادية يأتي ذلك في وقت هدد فيه زعماء أوروبيون بإنهاء اتفاق تجاري مع أمريكا الجنوبية ما يعكس قلقا وغضبا دوليين متصاعدين من البرازيل في الوقت الذي أدى فيه عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون المطيرة إلى تفاقم الأزمة البيئية وقالت فرنسا وعيرلندا يوم الجمعة أنهما ستعترضان الآن على اتفاق زراعي أبرم في يونيو حزيران بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة ميركوسور وهي البرازيل والأرجنتين وأوروغوي وباراقواي وهو اتفاق استغرقت تفاوض عليه عشرين عاما وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تشعر بقلق عميق بسبب حرائق الغابات ومن المتوقع الآن أن تطرح للنقاش في اجتماع قمة لزعماء مجموعة السبع في فرنسا ولم يتوقف الأمر عند المستويات الرسمية فحسب بل خرجت مسيرات في البرازيل وأمام سفاراتها في أمريكا اللاتينية ودول أخرى احتجاجا على تعامل حكومة بولسونارو مع هذه الأزمة البيئية وللمطالبة بحماية أكبر لغابات الأمازون في مواجهة النيران وفي مواجهة موجة من الإدانة الدولية عبأ بولسونارو الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق في الوقت الذي شنت فيه إدارته حملة دبلوماسية في محاولة لإصلاح العلاقات ترجمة نانسي قنقر